اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وإلى شعب مملكة البحرين الكريم مؤكدا بالغ الاعتزاز والفخر بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تعد وقفة سنوية وعلامة فارقة في التاريخ الوطني للتعبير عن تجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة في لحظة تاريخية لشعب مملكة البحرين جدد من خلالها تأكيده على عروبة واستقلال المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحظرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله وأكد مجلس الشورى أن تصويت شعب مملكة البحرين على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% أكد وقوفه ودعمه لرؤية جلالة الملك المفدى نحو التطوير والإصلاح والتنمية وضرب أروع المثل بوحدته الوطنية مؤرخا لمسيرة مشرقة من تاريخ مملكتنا الغالية وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات وطنية في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى أيده الله مؤكدا بأن مسيرة العمل الوطني مستمرة في التقدم على مختلف المستويات انطلاقا من أسس متينة قوامها الدستور وميثاق العمل الوطني